فيروز على الصبح جميلة وهيك بترويق الأعصاب ولكن الآن في هذه المحطة رح نحكي عن التوتر التوتر اللي هو في كثير من الحالات يفسر على أنه رد فعل عاطفي وبدني للتغيير يمكن لأي شخص الشعور بالتوتر يمكن أن يكون التوتر إيجابياً ويمنح الإنسان طاقة أو ممكن يكون غير صحي ويسبب مشاكل صحية قد لا يؤثر التوتر لفترة قصيرة ولكن ممكن أن يكون التوتر متواصل لفترة طويلة ويؤدي في النهاية لوجود بعض الأمراض دعني أتأكد من هذه المعلومات ونناقشها كمان برفقة الأخصائي النفسية الأستاذ فتحي فليفل الله يصبحك بألف خير صحيح خير بلك الله مشاهدي كيف أصبحت؟ نشكر الله كنت مسافر في اليمن؟ نعم كيف كانت سفرتك؟ يعني جيدة لكن شوية متابعة يعطيك ألف عافية بس اليمن كبلد جميلة بطبيعتها وإليها خصوصية طبيعة جميلة لكن نتمنى أن الأمور شويتا الأوضاع يعني صعبة مش سهلة نتمنى أكيد الخير عليهم على كل الدول العربية إن شاء الله يعني صار غريب أنه في فلسطين نطلق هاي الأمل لدول تانية شكرا دكتور اليوم نحكي عن موضوع التوتر ويمكن هذا موضوع مهم ويلامس حياتنا بفئاتنا المختلفة وبأشكال كمان مختلفة وبداية يعني خلينا نحكي إذا التوتر هو حالة طبيعية وشو يعني توتر؟ ببعث قاعدة شخصاً التوتر هو حالة طبيعية يصيب أي حدا في أي لحظة من اللحظات لكن اللي كتير مهم من الميز ما بين التوتر اللحظي أو الإجهاد اللحظي بشكل أو بآخر اللي هي يصاب فيه أي بني عادة في أي لحظة من اللحظات نتيجة أي موقف حياتي بغض النظر كان ببعض العاطفي ولا الانفعالي ولا بالبعض حتى الفكري والسلوكي أحياناً سلوك معين من حدا ممكن يخلق لحالة توتر لحظية أو حالة إنفعالية معينة ممكن تحلق لحالة توتر أو حتى أفكار تأتي براسي من فترة لفترة بيخلق للتوتر لكن نحكي أنه هاي توترها طبيعية لحظية بتزول مع زوان المساعدة والتي ممكن تكون سلبية وإيجابية ممكن تكون سلبية في لحظتها لكن قد تكون إيجابية على مدى البعيد بمعنى آخر إذا كان في عندي مثلاً مهمة معينة لازم أكون فيها التوتر أحياناً يعطيني إحساس بضرورة العمل على تحقيق هذه المهمة لكن الجزئية الثانية اللي نحكي عنها هي التوتر التراكمي أو الجهاد التراكمي اللي هذا آه هنا بنحكي عن توتر سلبي بالضرورة من التعامل معه بطريقة مختلفة إذن هذا النوعين فيه النوع اللي ممكن يكون لحظة زي ما أنت ذكرت وهذا ممكن كل الفئات تتعرض له مش ممكن أكيد كل الفئات تتعرض له واللوع الآخر اللي تحدثت عنه اللي ممكن يكون فيه تراكمات وإجهاد على الشخص طيب خلينا نحكي يعني بشكل عام إيش أسباب اللي ممكن يكون فيها توتر حوادث طبيعية في حياتنا ولا مراحل أو قرارات صعبة يعني إيش ممكن يخلق لنا توتر هو فيه أكتر من سبب الصحيح للتوترات واحدة منهم الحالات الانفعالية اللي بنمر فيها واحدة منهم كمان الأسلوب الحياة لكل حدفين المسألة الثالثة اللي هي الأحداث اليومية أو الخبرات المؤلمة اللي أحيانا بنمر فيها بشكل يومي الوضع السياسي الوضع الاقتصادي الوضع الاجتماعي توقعاتي من حالي وتوقعاتي من الناس اللي حوالي كل ما كانت توقعاتي كثير عالية من الناس اللي حوالي أو من المقربين مني كل ما زادت توتراتي كل ما كانت كمان توقعاتي من حالي مش كثير متناسقة مع إمكانياتي وقدراتي هذا كمان بيخلق حال التوتر فنقدر نقول إنه هي مجموعة من الأسباب لعلاقة بالبعد الذاتي أو الإجتماعي أو السياسي أو الاقتصادي أو حتى الإمكانيات والقدرات الفردية عشان هيك طبعاً الموضوع بيكون متفاوت بين شخص وشخص وهون بدي أسألك مين الأشخاص اللي ممكن يكونوا عرضة أكثر للتوتر بشكل إشهي الصفات اللي ممكن تخلي الإنسان يتوتر بشكل أكبر والصفات اللي ممكن بالعكس تدعم الإنسان يعني ما بينه وما بين ذاته جزء من الصفات عملياً نحن تركنا لها علاقة بالتركيبة النفسية إنه كدهش بتكون تركيبة النفسية قوية مشهشة كدهش بيكون في عندي قدرة على التعامل مع التوترات اللحظية وتجاوزها بشكل مباشر وعدم تراكمها المسألة الثانية اللي هي توقعاتي كمال نسبة توقعاتي من الحالي ومن الناس عملي على تطوير إمكانيات وقدراتي اللي تكون مناسبة مع توقعاتي قدرتي على تحقيق احتياجاتي اليومية قدرتي على التعامل مع الآخر بشكل بسيط وسلس وفي نفس الوقت قدرتي على التواصل كل ما زادت قدرت على التواصل الطبيعي مع الناس اللي حوالي وبالتأكيد مع حالي كل مكان قدرت على التعامل مع التوتراتي بشكل أفضل فكمان مررها علاقة بكمية المهارات الحياتية اللي أنا بكتسبها وفي نفس الوقت قدرت على التواصل الإيجابي وقدرتي كمان على إدارة وقت بشكل إيجابي لأنه كمان مرة إذا دخلنا بحالة صراع مع الوقت بالتأكيد رح تلك من حال التوتر بمعنى آخر بمعنى آخر أنه قدرش إيقاعي مناسب لإيقاع الحياة اليومية اللي أنا عايش فيها قدرش في عندي قدرة على التعامل مع الوقت بشكل سلمي مش بشكل يعني مش حالة طوشة دائمة مع الوقت حالة الصراع مع الوقت كمان بتخلك لنا توترات بمعنى آخر من الإنجازات هل نقدر هذا اللي كنت أسألك عنه هل نقيسها بالإنجازات أو نقيسها بالضغط الأشخاص اللي يكونوا مضغطين وطول وقت حاسين أنهم بفكروا في كتير أشياء مع بعض والأمور المتداخلة عليهم هذا ممكن يزيد من التوتر بشكل أكثر بالتأكيد آه وكمان مرة الإنجاز ليس علاقة بالوقت ولا علاقة بقيمة الإنتاج كمان مرة هل نطلع على الإنجاز ككم ولا نطلع عليه كقيمة إذا طلعنا عليه كقيمة نبطل نقول أننا مضغطين في شعنا وقت في شعنا وقت أنا باعتقادة شخصي الناس اللي تتحكي أننا مضغطين ووقت مضيق هم أكتر ناس بحاجة لعادة ترتيب أمورهم لأنه بعتقدش بعتقدش أنه كم الأعمال اليومية اللي هم نسويها هي مرتبطة بالإنجاز أنا بعتقد أنه إدارتنا الصحيحة على الوقت هي اللي بتوصلنا على الإنجاز وهذا مهم طب يعني عشان نفرق بين النوعين ونحكي عن النقطة الأولى إحنا حكينا أنه النوع الثاني بصير مضاعف أكثر إذا إحنا صار في تراكمات فسؤال أول عشان نتخلص من التوتر بشكل طبيعي هل مهم أن نتعامل معه نكون فاهمين الحالة ونطلب مساعدة من أشخاص فهذا بالتالي ممكن خلص نتوتر ويخلص موضوع عند هاي المرحلة ما نأخذ معنا لمراحل مختلفة بالتأكيد عشان هيك بنقول أنه في شكلين من التعامل يعني في المعرفة وبالتالي السلوك أنه بعرف أنه في إشو بالتالي بسلك مباشرة وكأنه في حالة ترفض لهاي المعرفة اللي بدأ أخلص منها بشكل سريع والشكل الثاني اللي بنفضله أكتر أنه هو نحول المعرفة لحالة وعي هاد الحالة الوعي نفكك نريد تركيب هاي المفاهيم وبالتالي سلوكنا بيكون ثابت وهيك بنكون قادرين على أن نتعامل أكتر مع توتراتنا بشكل علمي بشكل إيجابي وبشكل بسيط فقداش بنوعى لأسباب ومسببات هاي التوترات قداش نتعامل معها بسلاسة قداش نعيد ترتيب أمورنا الحياتية قداش نتواصل مع الآخر قداش بيكون في عنا قدرة على الحفاظ على درجة معينة من التوتر وعدم السماح لهذا التوتر لأنه يزيد أو يتراكم بشكل غير طبيعي إذن هاي الحال الصحية ولكن في حال انه الشخص هو مش عارف ايش اللي عم بوتر ومش قادر يتعامل معه وما فيش معرفة وما فيش وعي بتفاصيل صغيرة اللي ممكن اي شخص فينا يتعرض لها هاي ممكن تكون يعني كتير من الأشخاص بيعانونها ايش بتكون النتيجة يعني النتيجة بتكون اكتر بالبداية بنسميها اعراض نفس جسدي بمعنى آخر ان كل هاي التوترات بتنتقل على شكل جسدي لكن نفسية المنشأ زي وجع الراس الدائم الاحساس الدائم بانه في توترات بكتفي ولا بركبتي ولا بطهري الوجع المعدة الغير مبرر او جع المفاصل الغير مبرر بمعنى آخر يعني بشعر بتعب؟ بضط اذا عملنا كل الفحصات الطبية بنبين انه الحسنينين لكن باستمرار عن مشعور هاي او في عنا احساس بان احنا بحالة تعب حالة اتقل عدم رغبة بالقيام بالمهمات اليومية في حالة احساس بانه بديش اتواصل مع حدا بديش اتعامل مع حدا بدي اكون لحالي وبالتالي اذا دخلنا بهاي بهاي الطريق باعتقادة شخصية ببالش نطور باعراض مرضية اللي ممكن يتواصلنا بعدها اكتر لأمراض نفسية حققية طب هاي النقطة كتير مهمة كيف نقدر نتعامل معها اذا يعني كتير مرات كمان يعني ممكن هاي الاعراض عادة اذا ناس برجعهم راسهم كتير اذا بوشعوا في تعب يصير التحليل انه ممكن يكون علاقة بالاعصاب ممكن يكون علاقة بالضغط ممكن يكون علاقة بامراض بالتالي كيف نقدر نميز هاي الحالة ونتأكد كيف نقدر نتعامل معها كيف نقدر نحلها ممكن يكون الشخص حياته طبيعية انه لا عنده مشاكل في حياته هو شخص سعيد ولكن عنده هاي الاعراض بالتأكيد يعني لماذا المسألة التوترات ماذا علاقة بما نسعيد ونسعيد بالتأكيد السعادة بتخفف والتعاسب بتأكيد بتزيد لكن يعني ممكن اصاب بحالة التوتر اللحظة من اللحظات حتى لو كنت بتمتع بحياة بسيطة وبحياة لطيفة بمعنى آخر انه كيف انا قريب لحالة السواء النفسية لحالة الصحة النفسية فيه فرق بين انا مريض نفسي وبين بتمتع بصحة نفسية بمعنى جودة الحياة النفسية اللي انا عم بعليشها فيه اكتر من طريقة ممكن نعملها واحد بانه نحكي مع الناس اللي حوالينا مع هاي الاعراض وانه بصير معي واحد تنين تنين تربعة خمسة ليش التاني الطبيب العام أو طبيب العائلة هو اكتر حدا كمان بتعامل معنا بشكل بسيط لان اقدر افهم انه فيه صعوبة لحدها لمجتمانا انا صار هندي هاي الاعراض مباشرة نروح على اخصائي نفسي او طبيب نفسي او 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 وانا بشوف انه صح اللي بشوفه صح اكتر نا اتواصل مع الطبيب تاني ايش ممكن يعمل الطبيب الطبيب على الاقل بحيد بيقدر يعرف انه هي جسدية المنشأ ولا هي نفس جسدية وبالتالي هو بقدر يعطينا بعض النصائح والتوجيهات المرحلة التانية بتكون اكتر انه نتعامل مع احدى المختصين نفسينا وانا بحكيش عن الطباء نفسيين بضرورة على الطبيب عشان اخذ ادوية واوة انا ممكن اتعامل مع معالجين نفسيين مع مرشدين نفسيين بمحيط الاجتماع طب دكتور يعني هاي النقطة بتخلق تحدي كبير عند الناس انه كتير مرات بنقول وعينا لهذا الموضوع انه اذا فيه شخص هو مدرك انه هاي الاعراض موجودة عنده وادرك انه هذا الموضوع مش جسديه وموضوع ممكن يكون تراكم وتوتر وبميلة انه تعب دائم فيهن نقطتين وامفكر انه هم ممكن الناس بيواجهوهم انه اذا احنا تعملنا مع الموضوع رح نثبتف عائلنا رح نصير صحب نتعامل معه رح نصير احنا مدركين انه احنا عنا اشي نفسي بالتالي سيصير صعب علينا وكمان انه نهمله هذا مش اشي صحيح لانه كمان ممكن يصير فيه مضاعفات فيعني بين هذول الخطين عشان نلاقي حل صحي اش بتنصح الناس والحل الصحي كيف حكيتي قبل شوية حضرتك انه المعرفة انا عرف انه فيه عم بيسير معي واحد تنين متلعات بالتالي بصير اخفف اكتر من المسببات بصير اقدر اتعامل مع العراض بشكل مباشر بفين العراض نبدو نتعامل معهم من خلال رياضة بسيطة من خلال اعادة ترتيب حياتي اليومية بمعنى اخر انه انام مليح اكل مليح اشرب مليح امشي مليح دخان والكحول علاقة في الموضوع بالتأكيد السجائر والكحول فيها علاقة مباشرة بكل هاي القضايا بس ايه مش سبب الوحيد بمعنى اخر هي في اسبابة تتراكم اذا التقوا كل هاي العوامل بالتأكيد الخوف اللي عنا انه اصف السجائر والكحول هي مهرب للتعامل مع التوتراتهم بصفي حالة خوف بمعنى اخر امتعامل مع توتراتي باستخدام الكحول أو باستخدام المواد المخدرة أو باستخدام المهدئات أو باستخدام التدخين العادي. دكتور، هل هذه التوترات عن ما تكون ناتجة؟ يعني ما يمكن أن تكون مسبباتها؟ هل التوترات صعبة نعبر عنها؟ مواقف ممكن تكون في ذاكرتنا أو لا نعرف أن نتعامل معها؟ هي جزئياً، خبرات سابقة، مجرد ما يصير في حدث معين يفتح الباب على كل هذه الخبرات فتطلع بشكل تلقائي، بشكل عنيف، دعونا أسميها. كلما كنا قادرين نتعامل معها بشكل مباشر، كلما كان تأثيراتها أقل. وهون كمان مرة دامة ننصح بأنه نتواصل مع أصدقائنا، نحكي معهم بشكل مفتوح. مش بالضرورة أول خطوة تكون المعالج النفسي أو الطبيب النفسي. أول خطوة بعتقى دي الشخصي هو الأصدقاء، المقربين، المحببات، الشركاء. ومقدش نحكي عن هذه التوترات، ومتشارك إحنا وإياهم ببعض المعلومات وببعض التجارب. أحياناً أنه أتنفذ صح قد تكون كافية. لأنه مرات كتير كمان نسأل حاناً كيف عم نتنفذ؟ هل بناخد النفس بشكل سريع وبس؟ ولا فعلاً النفس عم بروح نيح بكل جسم ما؟ هل فعلاً بنمارس شكل بسيط من أشكال الرياضة؟ ولا لا؟ هل بنتفاعل فعلاً مع الطبيعة اللي حوالينا؟ ولا لا؟ ليس دائماً الإمكانيات الاقتصادية التي تعطيني القدرة على الاسترداء في الحياة. هذا مهم، هذا مهم. أنه مرات تقول للناس طب اطلعوا. آه، بس ما هوين مننا نروح؟ ما هي البلد كتير ضيقة؟ ما هي الحواجز؟ أوك، الحواجز موجودة، بس يعني الوجبال حوالينا مفاضية، مفتوحة، ممكن إحنا نطلع إحنا وإحنا وإحنا وحبائبنا. تعليقك على هذا الموضوع؟ يعني هل إذا الشخص تعامل مع هذه الأمور التي ذكرتها؟ ممكن يلاحظ بفرق؟ بالتأكيد، لكن بديها حالة ثبات. كثير من الناس كمان مرة اللي بيقول لك، جربته مظبطش. كمان مرة بيظبطش أنه أجرب مرة وبدها مباشرة أنه ليس حالة سحر. أنا اليوم طلعت مشيت شوية، معناها بكرة أموري ستكون تمام. بديها حالة ثبات، بدي تكرار للمسألة. أحياناً ننصح حتى ربات البنية، مجرد أنه أنا أغير بمكان. روتيني يعني ممكن يكون تفاصيل. بالضبط، مجرد أنه أغير ترتيب الكنافيات. أحياناً بيعطيني إحساس ثاني، وبالتالي ممكن يخلط لحالة راحة مؤقتة لتأثر على حالة التوتر المؤقت. أنا لا تتحدث عن توتر مؤقتة بتالبيته حالة راحة مؤقتة، ليس أكثر. دكتور، إذن هيك حكينا عن حلول، وخطبنا الناس بتفاصيل مختلفة بما يتعلق بالحلول. مضاعفات، إذا أهملنا هذا الموضوع. وعادة، زي ما أنت ذكرت كمان، يعني طبيياً، اجتماعياً، هذا الشيء مش واضح لنا. فحتى ممكن يكون تشخيصه بطريقة خطأ أو حتى تعامل الطبيب ممكن يكون خاطئ. إيش الخوف؟ وين يكون الخوف ممكن تكون مضاعفات؟ الخوف لما بنوصل لحالة التوتر التراكم، أو الإجهاد التراكم، ممكن يوصلنا لنوبات هلع، ممكن يوصلنا لحالة اكتئاب، ممكن يوصلنا لإشكاليات أخرى بقدرتنا على التواصل مع الآخر، حتى إجتماعياً ممكن توصلنا لحالات الخلافات العائلية الكثير كبيرة، تخلق حالة، خلينا أسميها فرقة ما بين الأبناء والأهالي، بمعنى آخر البطل في عندي قدرة على تحمل الأبناء، لأنه ببطل، أنا عملياً بصير في عندي، هل قد تنازل بطاقتي، والأولاد هل قد عندهم طاقة وحركة؟ إذا لم يكن هناك حالة التوازن بينهم، فأنا سوف أصفي قليلاً بعيداً، فأنا سوف يتأثروا على إجتماعهم، لن تكون هذه علاقة أبوية صحيحة. ولكن هذا ممكن على مدار فترة بعيدة، لن نوضح للناس، هذا ليس موضوع نتحدث عنه بيوم وليلة، موضوع نتحدث عنه بفترة طويلة، نتعامل معهم من البداية وندور على حلول محيطة فينا، ولكن سؤالي لك بشكل جدي، هل تؤمن أن الأشخاص بذاتهم قادرين أنهم يتخلصوا من هذا الموضوع وتغيير سلوك حياتهم؟ أنا مؤمن تماماً نعم، أن الأشخاص قادرين إذا يتعاملوا مع إجهاداتهم اللحظية بشكل مباشر، لكن بالإجهاد التراكمي يعتقاد أنه يحاجد لمساعدة خارجية، لأنه عندما نصل إلى مرحة الإجهاد التراكمي، أنا أعتقاد أنه يحاجد لمساعدة خارجية، أنا أستطيع أن تكون متخصصة بالأول، ممكن أن يكون أصدقاء والمحيط اللي حولي لك؟ بالضرورة أحد يقدر يشوف تغير السلوك اللي صار عليك، لأنه كيف حضرتك نواهتي؟ أنه تصير بشكل تدريجي، بالتالي أنا أستطيع أن أراقب وأشوف سلوكي إن أنا تغيرت، لكن أنت تستطيع أن تشوفي أحداً من صديقاتك أنها تغيرت بعد شهرين أو ثلاث شهور من التراكمات اللي عم بتصير عندها، عشان هيك مرات كتير متأسف، بس مداخلة بسيطة، مرات كتير لما بتلتقي مع صديقتك بعد شهر أو شهرين أو ثلاث شهور، أول قضية بتسأليها أنه متغيرة، يعني إما ما بتبلش بالشكل لأنه ضعفانة، نحفانة، نصحانة، أو ممكن تروحي أكتر بأنه صار أكتر هدوء، صار أكتر إشكستك، صار أكتر حركة، يعني هذا ما نقدر نشوف إحنا التغيرات اللي بتصير على الآخر أفضل من قدرته على أن يشوفه، هذا الإشراع التراكمية حكينا عنه، بإله علاقة بالوزن، ممكن يكون متعلق في الوزن؟ أحياناً نعم، أحياناً التغيرات، أحياناً نسلم يلعب دور بالتوترات، أنه عشان هي كون التوقعات من الحال، هذا التذاكري قبل شوي، أنه كلما كان التوقعات من الحالي بكتير عالي، كل ما صار إمكاني في التوتر أكتر، إذا أنا مصرّة أني ضل وزني بهذا، مجرد أنه زاد وزني، أكيد راح دخلني بحالة شوي صعبة، وبالتالي قدرت على التعامل مع التغير بالوزن، أو حتى التغير بالعمر، أو حتى القدرات الجسدية، بأن أنا كنت بقدر أحمل كذا، بطلت أقدر أحمل كذا، كنت بقدر أصعر، عشان مش بطلت، كل هاي القضايا يومية، المفاركات، المرتبطة كمان بالفروقات العمرية أو بالسن، إذا لم نكن وعيني إليها، بالتأكيد راح دخلنا بإجهاد أو بتوترات. دكتور، أخيراً هل أستدعي أن نزور طبيب مختص في هذا المجال؟ وأي طبيب مننصح عادة، وعن نحكي، وسؤالي عن المرحلة اللي ما بينه وبيني، يعني الشخص اللي شاعر أنه عنده أعراض، ولكن مش مضاعفات، والشخص اللي شاعر أنه هذا مش وضع طبيعي، بتنصحه يتوجه لطبيب؟ أنا بنصح يتوجهه بالأساس للمختصين النفسيين، إذا ارتقوا الأخصائي نفسيين بدوروا توجيههم للأطبائي النفسيين بالتأكيد، القصد أن الطبيب النفسي ممكن يكون هو معالج نفسي بدون ما يعطي أدوية، ولكن القصد ليس الحل الأولى، هي البادئ بإستخدام المهدئات أو الأدوية أو المحسنات النفسية لنجاز التعبير. نحن بدأنا نتحدث عن الموضوع أن هذا هو حالة طبيعية، نحن ننهي الموضوع، وليس لن نخفف عن الموضوع، ولكن نقول أنه، كما ذكرت، هناك نقاط أساسية تحدثت عنها، أنه هذا هو وضع طبيعي ممكن للشخص يمرق فيه، والحلول ستبدأ من الشخص نفسه، وهذا سيطلب منك تنهيلنا يا بنصيحة، نصيحة بأنه كل حدفين ممكن يصاب بالتوتر، التوتر هو وضع طبيعي، حالة طبيعية، كل ما عملنا معها، وضع غير طبيعي، كل ما زادت، بمعنى آخر، كل ما حاولنا نكسر هذه الدائرة بالقوة، كل هذه الدائرة ما صارت أكوى، نتعامل مع حالها طبيعية، نستشير، كيف نستطيع الناس اللي حولينا، وإذا احتجنا للوصول للمختصين، لا عب ولا غلط نوصل للمختص، لأنه كمان مرة التوتر هو شكل زي وزي الكرحة، اللي تصيب المعدة بالتغرورة، وصل مرحلة من لحظات للطبيب، نفس الشيء، بالتوترات النفسية، في حالة الاحتياج للطبيب، ومشغلة النور للطبيب. أكيد، نحن نطرح الفقرات، لكي نشجع الناس أكتر على التعامل مع هذا الموضوع، خاصة أنه هناك دائما بصمة اجتماعية على هذا الموضوع، ولكن لازم نتعامل معه بشكل أفضل، ويمكن هذه النصيحة، أننا اجتماعيا بميزنا نسيج المجتمعي بيننا، ويجمعنا بين عائلاتنا وأصدقائنا، فمدعو كل الأشخاص، ومعظم أنت ذكرت، يثقوا بالمحيط الحواليهم بأصدقائهم وعائلاتهم، ويبدوا يدوروا على الحلول، شكراً كتير لإلك، ونهارك سعيد.